اللواء إبراهيم يعود من تركيا على متن طائرة قطرية خاصة والأجواء إيجابية اغتيال اللواء جمع جمع في دير الزور وجناد اثنان أواخر الشهر المقبل فريق سكاي نيوز عربية مفقود في سوريا وفي النشرة بيروت مدينة المغامرات الممتعة والأطباق الشهية وعلب السهر صباح الخير مشاهدين وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية دخلت قطر بقوة على خط المفاوضات الجارية في قضية المخطوفين اللبنانيين في أعزاز فقد غادر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ليلة أمس من تركيا إلى بيروت على متن طائرة قطرية خاصة بعد لقائه المفاوضين في ملف المخطوفين وأبلغ اللواء إبراهيم قناة الجديد بأن الأجواء إيجابية وأن هناك جولة مفاوضات جديدة تتضمن زيارات إلى كل من سوريا وقطر وتركيا وتضم اللجنة التي تخوض المفاوضات إلى اللواء إبراهيم وتركيا كلا من قطر والسفير الفلسطيني في تركيا وكان وزير الداخلية مروان شربل قال للجديد إن الرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان اتصل بأمير قطر الشيخ تميم لتهنئته بالعيد وتمنى عليه المساعدة في حل الملف سريعا وأن أمير قطر رد بإيجابية كبيرة وعدا بالعمل لإنهاء هذه القضية في وقت قريب جدا وأضاف شربل إن الأتراك اتصلوا باللواء إبراهيم وأبلغوه أن أمرا ما طرأ على خط ملف المخطوفين وأدعلن شربل أنباء سارة وطيبة ستظهر هذا الشهر لفت إلى أن الحل على الطريق الصحيح سوريا وفيما النظام يسجل مزيدا من الإنجازات العسكرية على الأرض عبر التقدم والسيطرة على مناطق كانت خاضعة للمعارضة المسلحة أعلن أمس مقتل رئيس فرع الأمن العسكري اللواء جامع جامع في محافظة دير الزور إثر إصابته بالرصاص في الرأس ومن جامع إلى الحل الجامع حيث تحولت تركيا بعدما تحول الرأي العام العالمي وبدأت حربها على القاعدة والأصليين في سوريا تكفيرا عن خطاياها ضد النظام مستلحقة بالركب في المسار الإقليمي التفاؤلي إذن أهالي مخطوفي أعزاز يرفضون الحديث عن توقيت محدد لعودة أهاليهم ويؤكدون أن زيارة اللواء عباس إبراهيم لتركيا جاءت بعد اتصالات لبنانية قطارية نحن ما حددنا بأوقات قلنا في إيجابية بس ولكن بعض ما أقول له هلأ مش معناته إذا في إيجابية يعني هني اليوم حيطلعوا المخطوفين أو بكرة نعم لأنه قبل ما كان فيه كان قبل كان فيه وعود ولكن فيه أطراف كانت عم بطماطل اليوم صار فيه إيجابية وصار فيه أطراف متجاوبة يعني خانت خانت نسمى الأطراف يعني مثل ما هي أنا صراحة نحن تواصلنا مع اللواء عباس إبراهيم أبلغنا اللواء عباس إبراهيم أنه صبيحة العيد اتصل رئيس الجمهورية بأمير قطر نعم اتصل رئيس الجمهورية بأمير قطر وطلب مساعدة بحل هذا الموضوع نعم وهذا الملف أمير قطر استجاب لهذا ووعد رئيس الجمهورية اللبنانية أنه أنا حاشتغل بهذا الملف حتى أوصل لنهاية سعيدة بأقرب وقت ممكن مقتل اللواء الركن جامع جامع في دير الزور المنظمة الدولية للأسلحة الكيميائية تفرغ من تفتيش نصف المواقع الكيميائية وقدري جميل يعلن أن الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من تشرين الثاني هو موعد عقاد جناب اثنان قتل رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة دير الزور اللواء الركن جامع جامع في مدينة دير الزور شرقي سوريا إثر إصابته بالرصاص بالرأس بحسب شبكة عاجل الإخبارية وكان جامع قد شغل منصب مدير فرع الأمن والاستطلاع في بيروت والتهم بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وهو من قرية زامة تابعة لمدينة جبلة في محافظة اللذقية ويأتي ذلك في وقت تتسارع فيه الخطوات نحو مؤتمر جنيف الثان وقد حدد موعده بحسب نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من تشرين الثاني المقبل في هذه الأثناء أعلن نحو سبعين مجموعة معارضة تقاتل النظام السوري في جنوبي البلاد سحب الاعتراف بالاعتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية واتهمت هذه المجموعات لاعتلاف المعارض بأنه فاشل ومدعوم من الغرب نعلن نحن قاد التشكيلات العسكرية والثورية في المحافظات الجنوبية ونسحب اعترافنا من أي هيئة سياسية موجودة تدعي تمثيلنا في مقدمتها الاعتلاف وقيادته التي برطت بثوابط الوطن والثورة كما نعمل على توحيد قوى الثورة عسكريا وسياسيا في كافة محافظات الجمهورية العربية السورية إلى ذلك سلمت وزارة الخارجية والمغتربين السورية الأمم المتحدة المحامل كندي كارل سيرجي كامبو العام لدى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل قوات في الجولان أندوف الذي اختطفه إرهابيون في شباط الماضي بمنطقة خان الشيخ أفيري في دمشق كنت مخطوفا لمدة ثمانية أشهر وحاولت الهرب لأنجو بحياتي لذلك أنا الآن أشعر بأنني عدت إلى الحياة الطبيعية وأتمنى لكل المختطفين في سوريا أن يجدوا أيضا طريقا للتحرر من الخطف أود أن أهنئه شخصيا على تمكنه من الهرب من أيدي هذه العصابات المجرمة وأود أن أؤكد أننا بذلنا كل جهد ممكن من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية منذ اعتقاله أو اختطافه في شهر شباط من هذا العام وحتى الآن ولم نترك حجرا إلا وقلبناه كما يقال من أجل إعادته إلى الأمم المتحدة وإعادته أولا وأخيرا إلى عائلته وأهله وفيما يتعلق بعملية التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية فقد أكد المستشار الخاص للمدير العام للمنظمة أن العملية أصبحت في منتصف الطريق وأن نصف المواقع الكيميائية السورية قد جرى تفتيشها وقال إن المنظمة ستفي بمواعيد تدمير مغزولات الأسلحة السامة لدى سوريا على رغم من وجود بعض المواقع في أراضي محل نزاع أو تخضع لسيطرة المعارضة في الشأن الميداني أعلن الجيش السوري النظامي السيطرة على بلدة البويضة آخر معاقل المسلحين في الريف الجنوبي لدمشق وفي حلب وقعت اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي المعارضة في السفيرة جنوبي شرقي المدينة وفي محيط سجن حلب المركزي بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان لافتا إلى أن مقاتلين متطرفين من جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية اقتحموا السجن وما زالت المعارك تدور فيه فيما يقصف الطيران السوري محيطه إلا أن الرواية الرسمية السورية أكدت أن الجيش السوري تمكن من صدهم وفي الشمال تتواصل المعارك بين داعش والجيش الحر عند معبر باب السلام في أعزاز وترافقت واشتباكات مماثلة بين قوات داعش ووحدات حماية الشعب الكردية في الحسكة شمالي شرقي سوريا قرب الحدود التركية وأفادت مصادر المعارضة عن مقتل ما لا يقل عن 41 من مقاتلي داعش والأكراد في هذه المواجهات من هو جامع جامع في هذا التقرير للزميل رامز القاضي جامع جامع الاسم الثاني في الاستخبارات السورية في لبنان عام 2005 اسم شيطنته قوى الرابع عشر من أذار وقصت كثيرا من الحكايات عن بطشه وقوته في مقابل من كان يقول أنه الوجه الأبيض لسوريا في لبنان حتى أنه كان صديقا لكثير من الأذاريين بنى وجوده كمسؤول للاستخبارات السورية في بيروت لكن المؤكد أن أسرارا كثيرة دفنت بمقتل الرجل في دير الزور بدأ جامع عمله العسكري في لبنان ضابطا برتبة نقيب في الضاحية الجنوبية لبيروت عام 86 وضع سيطه سريعا ليس للسجع الذي يحمله اسمه بل لتسلمه ملف المصالح بين حركة أمل وحزب الله وكان أنذاك من المتحمسين القلاء للحزب ووقف إلى جانبه في محطات عديدة لينتقل بعد ذلك من حي أل المقداد إلى رأس النبع برتبة رائد ومنها إلى الحمرة حيث تدرج في الرتب ووصل إلى رتبة عقيد وتسلم قيادة استخبارات العاصمة في بيروت يخبر من عرفه من الضباط اللبنانيين أنه ضابط بارز وقد صنف أولا في دورة قيادة الأركان لجيوش العربية التي أجريت في لبنان عام 2005 كان مفصليا بالنسبة إلى الضابط السوري الذي دخل لبنان ضابطا شابا ليخرج عميدا ونائبا لرئيس فرع الأمن والاستطلاع في دماشق انتقل إلى الأمن العسكري حتى عام 2008 حيث انتقل إلى دير الزور وتسلم الأمن العسكري في المحافظة ورقي إلى رتبة لواء وتسلم ملف التنسيق مع الأكراد جامع جامع من بلدة جبل بريف اللذيقية وضعت رصاصة في رأسه اغتيالا حدا لحياته فريق سكاي نيوز في سوريا مفقود ومن ضمنه المصور الصحفي اللبناني سامير كاساب فقدت قناة سكاي نيوز عربية الاتصال بفريقها العامل في شمالي سوريا المكون من المراسل الصحفي إسحاق مختار والمصور الصحفي سامير كاساب وسائق الفريق في أثناء نقلهم الوقائع الميدانية للأحداث في منطقة حلب الشمالية وقد فقد الاتصال بأفراد الفريق الثلاثة وبينهم كاساب اللبناني الجنسية منذ صبيحة الثلاثة أول أيام عيد الأطحى لحديث هلأ كل المتوفر لدينا هن اللي نحكوا بالإعلام لحديث هلأ يعني من لحظة ما طلقوا من بيتهم مطرح ما كانوا عاديين لمركز التصوير ساعة خمسة ولحديث ما نفقت فيهم الاتصال يعني من بارح بكير الصبح هلأ أكتر من هيك إشي تطمن بعد ما حدا قالنا شي يطمننا أنه هني مع مين صحة كيف هون بدهم مصاري بدهم فدية شو الهدف من ورا العملية الاختفاء ما بعرف إذا خطف محدد ولا مش خطف بس الحديث هلأ لا حدا يتصل فينا كرميل يطلب فدي أو يطلب شي مقابل لا أكيد لا وناشد سكاينيوز عربية الأطراف المعنية كافة ومنظمة العمل الإنساني التعاون لتقديم أي معلومات بشأن مكان الزملاء وتواصلت إدارة سكاينيوز عربية مع أهل الصحفيين لإبلاغهم آخر التطورات وأطلعتهم على الجهود والاتصالات التي تجريها المؤسسة لمحاولة الوصول إليهم بعد الفاصل حمل نعشا بدلا من السلاح أهلا من جديد بعدما صنفتها نيويورك تايمز المقصد السياحي الأول عام 2009 ووصفتها الفاينانشل تايمز بالعاصمة التي لا تنان بيروت من بين أفضل عشرين مدينة في العالم من بين الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان إنجاز معنوي بمثابة بارقة أمل حققته بيروت أثبتت من خلاله أنها مدينة عالمية من الطراز الأول بعدما تفوقت على باريس وميلبرن والبندقية وبرشلونة وحلت في المركز العشرين بين أفضل مدن العالم هذا التفوق ليس أمنية بل واقع كشفت عنه مجلة كونديناست في موسابقتها التي نظمتها للسنة السادسة والعشرين على التوالي وبمشاركة مائة وثلاثة ملايين شخص وبحسب تقرير نشرته المجلة الإسبانية فقد احتلت بيروت المركز العشرين في إحصاء تناول أهم 25 مدينة في العالم متعدلة مع إشبيليا في إسبانيا ووصف التقرير بيروت بباريس الشرق الأوسط بحيث يتمكن السائح من التمتع بمختلف النشاطات وخوض المغامرات الممتعة إضافة إلى تذوق مختلف أنواع الأطباق الشهية من مختلف أنحاء العالم فضلا عن التمتع بأجمل أوقات المرح من خلال أهم علب السهر في العالم وقد أتت مدينة سامي جالدي ألندي المكسيكية في المركز الأول تلتها بوداباست الهنجرية وفلورانس الإيطالية وبعد عجز عن التواصل مع وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال فادي عبود قرأت وزارة السياحة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي في هذه النتيجة دليلا قاطعا على المكانة التي تتمتع بها مدينة بيروت والمقاومات الهائلة التي يتمتع بها لبنان وتمنت على جميع الأطراف التعاون في هذه المرحلة للاستفادة من الصورة الإيجابية التي تتمتع بها العاصمة على الصعيدين السياحي والاقتصادي وأملت لو تلتفت شركات الطيران الأجنبية إلى الموقع الذي تحتله بيروت على قائمة الأماكن المفضلة لتوفر عروضات أكثر صداقة مع لبنان الرئيس نبيه بر يبدأ ارتياحه إلى الأجواء الإيجابية في المفاوضات الإيرانية الغربية ويؤكد ضرورة استخلاص الدروس مما جار في جنف أبدأ رئيس مجلس النواب نبيه بر ارتياحه للأجواء والمناخات الإيجابية التي بدأت ترشح عن المفاوضات بين إيران ومجموعة دول الخمسة زائد واحد في جنف وأشار في تصريح له إلى أنه بغض النظر عما سوف تفضي إليه الجولات المقبلة من المفاوضات إلا أن ما حصل حتى الآن هو بمثابة انتصار للديبلوماسية الإيرانية في إدارة ملفاتها السيادية والإستراتيجية وفي مقدمها حقها كأي دولة بامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وأكد بر على وجوب استخلاص الدروس والعبر مما جرى ويجري وسوف يجري في جناب بأن أقصر الطرق إلى مقاربة أي قضايا خلافية مهما كبر شأنها أو صغر هو طريق الحوار والديبلوماسية وقال فلنستحضر في الداخل مجددا هذا الدرس تكريسا لحق كل لبناني بأن يعيش في وطن مكتمل السيادة على أراضيه ومياهه وثرواته وأن ينعم بالنعمتين المجهولتين التي يستسهل البعض التفريط بهما وهما الأمن والأمان وختم بري متمنيا أن لا يفوت الأشقاء العرب والأخوة في إيران مجددا فرصة اللقاء والحوار على قاعدة أن التفاهم والطلاق بينهما ليس خيارا فحسب إنما هو قدر أيضا أوضح النائب وليد جملاط أن زيارته للعاصمة الفرنسية هي للخضوع لبعض الفحوص الطبية وأنه سافر على متن طائرة النائب نعم طعمي وأشار جملاط إلى أن سبب رحلته إلى باريس هو العلاج من آلام في ظهره وقد رافقه في جولاته على الأطباء طبيب العائلة غطا صخوري الذي أبلغه أن الرئيس سعد الحريري في باريس لأسباب طبية أيضا لافتا إلى أنه على إثر ذلك هاتف الحريري واطمأن إليه وأكد جملاط أن زيارته لا تشمل أي لقاءات سياسية في المقابل كان الفنان راغب عليمي الموجود حاليا في باريس أول من زار الحريري واطمأن إليه بعد العملية الجراحية التي خضع لها لإزالة المواد الحديدية التي كانت مزروعة في رجله وقد نشر عليمي عبر حسابه على تويتر الصور التي التقطها مع الحريري وطبيبه الخاص في المستشفى من يساعدك يوما لا يمكن أن يساعدك دوما هذا ليسان حالي المصاب محمد السيد من باب التبين أصيب محمد السيد قبل فترة بإطلاق نار خلال مشاركته في تشيع أحد أقربائه الذي قتل في أحدى المعارك بين باب التبين وجبل محسن السيد سقط جريحا خلال التشيع بالقرب من ساحة التل في طرابلس واضطر إلى بيع سيارة الأجرى التي كان يعمل عليها ليعيل ستة أولاد وزوجته ومن أقتل هلأ وأنا عمعوني من إجري وأكتر شيء إجري اليمين ومن ريتي يعني ريتي كمال هلأ بدي مستشفى وبيدي علاج وما في يعني عفل لا شغل ولا عملي كنت سائق على السيارة يعني سيارة تاكسي بعت السيارة النمرة كانت أجار كرمال ضمانة استلم النمرة صاحبة وبعت سيارتي أنا يعني أنا بطالب أنا يعني القيمين على الدولة بطالب كؤد الجيش المحترم اللي بيحب شعبه بيحب بلده وهو كؤد جيش يعني للبنان كله أنا ما بدي سوء لأحده ولا شيء بس بيرضاه هو أوفخهمة رئيس الجمهورية مواطن لبناني طالع ميت وميت يعني لا معه صلاح ولا أزعر ولا شيء أنه يصير فيها اللي بيصير ولا حياة اللي من تنيدي وأكد السيد أنه مواطن لبناني وله الحق أن تساعده الدولة بالخروج من هذه الضائقة الجسدية لم يكن يحملوا سلاحا بل نعشا لنقله إلى مسواه الأخير بعد الفاصل وما زال الرب أهلا من جديد ثلاثون مليون شخص في أنحاء العالم يعيشون كالعبيد والهند تتصدر اللائحة التفاصيل في هذا التقرير العبودية أو الرق هي نوع من الأشغال الشاقة الأبدية حيث يستغل المرء في العمل الشاق ويجند في الحروب وتعود ملكيته الكاملة إلى أسياده وكان العبيد يباعون في أسواق النخاسة ويشترون بعد أسرهم من مواطنهم أو يهديهم مالكوهم إلى من يحبون وممارسة العبودية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ في مصر هكذا كانت البشرية عبر التاريخ تعرف العبد وهكذا كان نمط حياة عدد من المجتمعات ولكن في زمن تقلص فيه نطاق العبودية الجسدية ولو علنا على الأقل أخذنا نسمع بهذه الكلمة علنا عبر تقرير عالمي اسمه مؤشر العبودية العالمي لعام 2013 وقد ذكر التقرير أن قرابة 30 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم يعيشون كالعبيد وذلك في 162 دولة وكشف التقرير أن الهند تضم العدد الأكبر ممن يعيشون حياة العبودية حيث بلغ عددهم 14 مليون شخص بسبب استغلالهم في دولتهم ويستخدم التقرير الذي أعدته منظمة ووك فري فانديشن الحقوقية الأسرالية تعريفا للعبودية الحديثة يشمل الاستعباد باستخدام الديون والإجبار على الزواج والإتجار بالبشر وتقول المنظمة أن الهند والصين وباكستان ونيجيريا تشتمل على أكبر عدد ممن يعيشون حياة العبودية أما في موريتانيا فيعاني أربعة في المئة تقريبا من مجمل السكان الاستعباد وجاءت هيتي في المرتبة الثانية وباكستان في المرتبة الثالثة ولكن ما بين العبودية الجسدية والعبودية الفكرية وعبودية البشر فرق ضئيل فهل من أرقام تفضح عبودية الفرد للقادة؟ في خطوة قد تؤشر إلى خروج مصر من السيطرة الأمريكية أعلن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في حديث نشرته صحيفة الأهرام أن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر في حال من الاضطراب ويمكن أن تؤثر في الشرق الأوسط كله وقال نحن الآن في مرحلة حساسة تعكس حال اضطراب في العلاقات ومن يقول غير ذلك ليس صادقا في قوله مشيرا إلى أن سبب المشكلة هو اعتماد مصر على المساعدات الأمريكية طوال ثلاثين عاما ما دفع واشنطن إلى المبالغة في الافتراض خطأا بأن على مصر التماشي دائما وسياستها وأهدافها وكانت مصر قد انتقدت قرار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تجميد بعض المساعدات الأمريكية وأشارت إلى أنها قد تلجأ إلى دول أخرى ربما روسيا للحصول على مساعدات عسكرية قتل ستة مسلحين مجهولين خلال تنفيذهم هجوما على مراكز أمنية تبعة للجيش المصري وقوات الأمن في مدينة العريش شمالي سيناء وقال تلفزيون مصري أن قوات الجيش نفذت حملة أمنية جنوب مدينة العريش حيث اشتبكت مع مسلحين وقتلت ستة منهم بعدما رصدت مجموعتهم تحاول الهجوم على قوات الجيش هناك وتشن وحدات من الجيش والشرطة منذ ثلاثة أشهر هجمات متواصلة على نقاط يتحصن فيها متشددون وخارجون على القانون ردا على قيامهم باستهداف مراكز أمنية وحيوية في شمالي صحراء سيناء وغالبا ما يتدفق السلاح إلى هذه المجموعات من إسرائيل بحسب تقارير صحفية شارك رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير النائب في الكنيسة أحمد الطيبي في التظاهر التي نظمتها مهجروا قريتي أقرث وكفر برعم المسيحيتين الواقعتين على الحدود مع لبنان أمام مبنى الكنيسة الإسرائيلي مطالبين بالعودة إلى قراءهم واسترجاع أراضيهم وهي القضية الممتدة منذ النكبة والقطيب كلمة أكد فيها أن هذه قضية الجميع مطالبا برفعها إلى أعلى الهيئات الكنسية في العالم وإلى الغرب وعلى الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر عام 51 وتوصيات لجنة ويزارية لعادة المهجرين إلى القريتين فأن سلطات الاحتلال لم تلتزمها بل سمحت برعي الأبقار والمواشي في باحة الكنيسة والمقبرة التي لا تزال تستعمل حتى اليوم في إشارة واضحة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يقيم أي وزن أو اعتبار للمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية على حد سواء أعلنت بلغاريا عزمها على بناء سياج على حدودها الجنوبية الشرقية مع تركيا للحد من تدفق المهاجرين السوريين غير الشرعيين الذين يدخلون البلاد ويتسببون بأزمة لاجئين من دون تحديد إطار زمني لاستكماله وقال نائب وزير الداخلية فاسال مارينوف إن الوزارة اقترحت بناء سياج بطول 85 كيلومترا وارتفاع ثلاثة أمتار في منطقة الهوف الجبلية مضيفا أن هذا هو الجزء من الحدود مع تركيا البالغ 259 كيلومترا الذي تصعب السيطرة عليه وأشار إلى أن 85% من المهاجرين غير الشرعيين يدخلون من تركيا عبر هذه المنطقة وتقدر تكلفة المشروع بنحو ثلاثة ملايين يورو وتعاني بلغاريا تدفق المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تركيا التي تعد أولى بلد يصل إليه اللاجئون من سوريا نجحت أمريكا في اللحظة الأخيرة في تجنب ظهور بمظهر المدينة المتخلف عن الوفاء بديونه بعدما توصل قادة الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى اتفاق لحل الأزمة المالية المزدوجة وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي الذي ستعجز بعده الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانونا يجيز للحكومة الأمريكية رفع سقف الدين منهيا بذلك أزمة أوقفت عمل الدوائر الرسمية لأيام وهددت الاقتصاد العالمي وموقع الدولار وقد دعت الحكومة الأمريكية موظفيها إلى الالتحاق بأعمالهم بعد العطلة القصرية وجاء توقيع أوباما بعد إقرار القانون في مجلسي الشيوخ والنواب في أعقاب مفاوضات عسيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين غير أن خبراء توقعوا عودة الأزمة إلى الظهور مجددا خلال الأشهر المقبلة باعتبار أن القانون الجديد صالح فقط حتى السابع من فبراير شباط المقبل أدعو الأطراف السياسية إلى مناقشة المشاكل العالقة قبل حلول موعد الاستحقاقات المقبلة وأنا أستبعد إمكانية تجدد الأزمة بعد أشهر وبموجب الاتفاق الجديد فقد تمكن الديمقراطيون من انتزاع قانون يجيز رفع سقف الدين ما يعطي مزيدا من المرونة للبيت الأبيض في حين نجح الجمهوريون في إدراج مادة تلزم الإدارة الأمريكية بإثبات حقية كل شخص يحصل على دعم حكومي بموجب نظام الرعاية الصحية ويفا يكمل طريقه في اليابان ويصل إلى فوكوشيما قالت تقارير إخبارية أن ثمانية أشخاص قتلوا وفقد أكثر من ثلاثين آخرين وألغيت مئات الرحلات الجوية ونصح عشرون ألف شخص بترك منازلهم حيث ضرب الأعصار ويفا مناطق يابانية عدة مخلفا أكواما من الحطام في جزيرة صغيرة أما العاصمة فنجت إلى حد كبير في تدارك الأزمة وضخ مشغلو محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة الواقعة شمالي توكيو مياه الأمطار خارج حاويات واقية عند قاعدة فيها ألف خزان تحوي مياها ملوثة بالإشعاعات واتخذوا أيضا تدابير احترازية أخرى حيث مر الأعصار ويفا في توكيو وتجه إلى الساحل الياباني على المحيط الهادئ وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه عثر على جثث سبعة أشخاص في جزيرة إيزو أوشيما جنوبي توكيو بعد فيضان أنهار وتعرض العديد من المنازل للدمار وأدت الرياح والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار إلى توقف خدمات القطارات في ساعات الدروة الصباحية في العاصمة التي يقتنها ثلاثون مليون شخص في أخبارنا المنوعة زواج بعد أربعين عاما من الحب والأولاد وسمكة غامضة بطولة خمسة أمطار في كاليفورنيا بعد مضي أربعين عاما على زواجهما المدني وإنجابهما عائلة مؤلفة من ثمانية أولاد قرر الزوجان خسيمانويل ريالا ابن المائة والثلاثة أعوام ومارتينا لوباز ابنة التسعة والتسعين أن يكللا مسيرتهما الزوجية بسر الزواج المقدس وأن تبارك الكنيسة الكاثوليكية ربطهما الأبدي فبيدين نحيلتين ومرتجفتين أمسك الزوجان للباراكويان كل منهما بيدي الآخر وكررا أمام كهن رعية سانتا روزا نعم الأبدية محققين بذلك أمنية أبنائهما الذين كانوا يطالبونهم بالزواج الكنسي وفي لفتة مؤثرة عاهد العريس خوسي عروسه مارتينا من على كرسيه المتحرك أن يظل وفيا لحبها ما تبقى له من العمر أما الحضور فاقتصر على أفراد العائلة وتألف من خمسين حفيدا وخمسة وثلاثين من أبناء الأحفاد وعشرين من أحفاد الأحفاد في مياه خليج تويون على جزيرة سانتا كتالينا في كاليفورنيا كانت هذه السمكة العملاقة تعيش فقد عثرت مدربة للعلوم البحرية قبالة الخليج المذكور على سمكة مجذاف عملاقة نافقة وهي مخلوق بحري لا يزال مجهولا لدى العلماء والعالم الخارجي ويبلغ طول السمكة العملاقة خمسة أمتار ووزنها مائة وواحدا وثمانين كيلو جراما وقد حاولت المدربة سحبها من ذيلها لتجرها إلى الشاطئ لكنها فوجئت وشعرت بالخوف عندما علمت أن سمكة مجذاف بمعنى أنها تعيش في عماق البحر في المياه المعتدلة والاستوائية وقد تطلب سحبها من مياه الخليج أربعة عشر شخصا والآن نبقى مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الجمعة 18 تشرين الأول 2013 ونبدأ مع النهار هل ربطت مقرارات نيويورك بالحكومة الجديدة؟ فرنسا تتحرك لوساطة حوارية خشية الفراغ تفاؤل إيراني بعهد جديد في محادثات جناف واشنطن تشيد بالجدية ولا تقلل نقاط الخلاف السعودية للمرة الأولى في مجلس الأمن فلسطين أولوية وسنمثل الشعب السوري في السفير معركة القلمون لواء الإسلام على سفوح لبنان الشرقية وأيضا في السفير قرار رئاسي سوري بالتسهيل صفقة أعزاز نحو نهاية سعيدة تسوية اللحظة الأخيرة تنقذ عهد أوباما موقعا أيام جناف الإيرانية للتفاوض تتم في عنوين الأخبار اغتيال جامع جامع في دير الزور وجناف اثنان في 23 تشرين التيني ود بين بري وعون السرايا باقية في الأنوار الجيش يطارد مجموعة مسلحة اقتحمت مستشفى بطرابلس غارات جوية على ريف دمشق ومعركة في سجن حلب موسكو وواشنطن لم يحدد بعد موعد لانعقاد مؤتمر جناف اثنان في الديار استشهاد اللواء جامع جامع في معركة ضارية في دير الزور طرابلس الأمنية تجريد 14 ألف مقاتل من السلاح وشراء أسلحتهم أو لا خطة اللواء ابراهيم قطع زيارته لبلجيكا وتوجه إلى تركيا وشرب الأنباء سر نهاية الشهر جلسة اللجان النيابية سيكتمل نصابها الثلاثاء و14 و8 أذار سيحضرون ترحيب غير مسبوخ والجولة المقبلة خلال ثلاثة أسابيع هل نجحت إيران في اختبار الغرب لنياتها النووية؟ خضع لتحقيق في جريمة اغتيال الحريري ومدرج على اللائحة الأمريكية السوداء لدعمه الإرهاب وسعيه لزعزعة استقرار لبنان مقتل جامع جامع ومصادر الثوار تتهم خبرات الأسد السلطات السعودية تعلن نجاح موسم الحج وتتوقع استيعابا أكبر للحجاج بعد أعمال التوسعة خادم الحرمين يؤكد أهمية الحوار بين المذاهب الإسلامية ننتقل إلى البناء مصادر أمنية المخاوف تتزايد من التفجيرات ووضع طرابلس يتطلب عملية جراحية جولة جديدة الشهر المقبل وطهران ولندن تعيدان العلاقات تفاؤل نووي بين إيران وخمس زائد واحد ننتقل إلى اللواء سليمان يحث سفراء الدول الكبرى على المساعدات ومناخ إيجابي حول مخطوف أعزاز 8 أذار تراهن على تطورات ميدانية لتسويق 9-9-6 علوش لللواء المؤتمر الوطني لمدينة طرابلس في كانون الأول الملك عبدالله لا للمساس بسيادة أوطاننا السعودية تدخل مجلس الأمن للمرة الأولى روسيا وأمريكا تنفيان موعدا سوريا لجنافتنان في عنوين البلد 8 أذار تجزم بحكومة 9-9-6 وبان يحيي الخمستاش تسعة وخمسين أمريكا تتنفس موقتا مقتل جامع جامع وجنافتنان الشهر المقبل في الجمهورية مقتل جامع جامع وكاري للأسد تعاونك لا يبقيك في السلطة جعجع للجمهورية نعيش أزمة نظام أما في الحياة السعودية لن تشارك في جنافتنان إذا لم يتضح الهدف منه ونقاش حول مجلس رئاسي من دون الأسد النظام السوري يفقد أحد أعمدته بمقتل اللواء جامع السعودية تعلن نجاح موسم الحج وخلوه عفوا من الأمراض الوبائية أكثر من مليون حاج متعجل غادر مكة المكرمة أيضا في الحياة المالك يلتقي أوباما بداية الشهر المقبل للبحث في تسليح الجيش والأزمة السورية تسوية الخريف تبعد مواقة خطرة تخلف واشنطن عن السداد أخيرا مع الشرق الأوسط السعودية تفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن خادم الحرمين يبحث مع قيل الأوضاع الإقليمية ويستقبل الرئيس الباكستاني قدري جميل يعاني للـ 23 نوفمبر موعدا لجنافتنان وموسكو وواشنطن تشكيكان مقتل لواء مخابرات سوري متهم في قضية الحريري مقتلوا ستة مسلحين هاجموا مطار العريش السيسي خارطة الطريق قائمة ونتعرض لحربي أكاذيب كان في النشر اللواء إبراهيمي عود من تركيا على متن طائرات قطرية خاصة والأجواء إيجابية اغتيال اللواء جامع جامع في دير الزور وجنافتنان أواخر شهر المقبل موسيقى فريق سكاي نيوز عربية مفقود في سوريا موسيقى ماذا يريدون المصاري؟ ماذا يريدون الفدية؟ ماذا يريدون الهدف من وراء العملية؟ الاختفال موسيقى وفي النشر بيروت مدينة المغامرات الممتعة والأطباق الشهية وعلب السهر موسيقى لهذا نأتي إلى ختان نشرتنا الصباحية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى